اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام اليكم تفاصيل اخبار الان السجن لشخص متهم باكل والدتي طالبت نيابة بتسليط عقوبة السجن 15 عاما ضد رجل حكم هذا الاسبوع بزهمة خنق والدتي واكل اجزاء من جسدها بعد ان قطعها الى اشلاء وافادت وكالا بان المشتبه به يحاكم منذ يوم الاثنين تاسع عشر ابريل بتهمة القتل وتدنيس جدة ووفق للائحة الاتهام فان الوقائة تعود لأواء العام 2019 عندما تشاجر المشتبه به مع والدته البالغة من العمر 69 عاما في الشقة التي يتقاسمها بمنطقة لاس فينتاس للعاصمة مادريد وقالت نيابة ان المتهم قطع جسد والدتي بمنشار وسكاكين المطبخ بعد ان خنقها مضيفة انه بمجرد تقطيع الجتة الى اشلاء صار المتهم يتغدى من حين الى اخر على بقاياها لمدة 15 يوما كما خزن اشلاء اخرى في اوعية بلاستيكية وضعها داخل التلاجة وبحسب وسائل اعلام محلية فان احد ضباط شرطة الذي دخل الشقة المذكورة قال ان المتهم اكل بعض الاشلاء نيئة وطبخ البعض الاخر واعطى بعضها للكلب واعطى